المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين الملف سيد خامنئي يقول لا معنى لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون إلغاء العقوبات هل هو الشرط الوحيد المرشد الإيراني يحسم لن نترك حلفاءنا وأصدقاءنا الأوفياء في المنطقة فهل وصلت الرسالة حرس الثورة يكشف عن قاعدة صواريخ في الخليج ويقول إنها مجرد نموذج هل اتضحت الصورة لدول التطبيع وتحالف الحرب هي المناسبة الأهم في تاريخ الثورة الإسلامية في إيران حين انتفض أهالي قم على نظام الشاه عام 78 فكانت نواة الثورة بمستوى أهمية الذكرى كان فصل الخطاب للمرشد خامنئي وفيه تحديد واضح للخيارات الإيرانية على مستوى الداخلي والخارج فعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست متاحة من دون شروط إيرانية وفي حال لم تتحقق لا استعجال ولا إصرار ويوضح المرشد خامنئي في رسالة لمن يهمهم الأمر أن إيران لن تترك أصدقاءها الأوفياء في المنطقة وأن دعمهم يسهم في استقرارها وحول الأنظمة الدفاعية ولسيما الصاروخية يؤكد المرشد أنها شكلت مصدرا للقوة والرادعة لأي عدوان وتنفيذا لتوجيهاته كشف اليوم عن قاعدة صاروخية سرية تطل على الخليج ودول تحالف الحرب وهي واحدة من عدة قواعد أخرى مثلها لغة تتضمن أدوات القوة لتضمن السلم والاستقرار وإلا فإن الرد على أي عدوان بات محسوما شاهدين في مسائية اليوم معنا من دمشق منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية لأستاذ أنيسي النقاش ومعنا من واشنطن الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية سيد ريتشارد ويتس أحييكم ضيفي العزيزين ومشاهدين نفى اليوم مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي أن يكون لدى بلاده أي إصرار أو استعجال لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني سيد خامنئي وخلال كلمتي في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قوم ضد نظام الشاه عام 1978 اشترط إلغاء العقوبات على طهران ليكون لعودة واشنطن إلى الاتفاق معنا ليس لدينا أي إصرار على عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وليست لدينا أي عجلة لذلك هذه ليست قضيتنا مطلبنا المنطقي والعقلاني هو إلغاء العقوبات وهذا حق إيران المغصوب إذا ألغيت العقوبات فإن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي تصبح ذات معنى لكن في حال عدم رفعها فإن عودة أمريكا إلى الاتفاق ستضر ربما بمصالحنا واشدد السيد خامنئي على أن القوات الدفاعية العسكرية تفرض نفسها في المنطقة وتجبر وعداء إيران على إعادة النظر في قراراتهم العسكرية وأخذها بعين الاعتبار قواتنا الدفاعية وصلت حدا جعل أعداءنا مجبرين على أن يأخذوا قدراتنا الدفاعية في حساباتهم عندما يتمكن الصاروخ الإيراني من إسقاط الطائرة الأمريكية المعتدية في أجواء البلاد وعندما تتمكن الصواريخ الإيرانية من قصف قاعدة عين الأسد بتلك الطريقة فإن العدو مجبر على أن يعيد النظر في قراراته العسكرية وأن يأخذ القدرات الدفاعية الإيرانية في عين الاعتبار وحول دور إيران الإقليمي أكد سيد خامنئي استمراره وفعاليته مشددا على أنه دور معزز للأمن والاستقرار فيها وضاربا المثل بقضية داعش في العراق وبالعديد من القضايا الأخرى في سوريا وغيرها حول دورنا الإقليمي يقولون باستمرار لماذا تحضر إيران في المنطقة؟ الجمهورية الإسلامية ملزمة بالتصرف بطريقة تقوي فيها أصدقائها وأنصارها في المنطقة وهذا واجبنا حضورنا هو بمعنى تعزيز قوة أصدقائنا وأنصارنا علينا أن لا نتصرف بطريقة تتسبب بإضعاف أصدقائنا والأوفياء لنا في المنطقة حضورنا معزز للأمن والاستقرار وثبت أن هذا الحضور هو الذي يحقق الاستقرار وقضية داعش في العراق والعديد من القضايا المتعددة الأخرى في سوريا وأمثالها هي في هذا الإطار والمعنيون بالأمر يعلمون ذلك لذا فإن الحضور الإقليمي الإيراني أمر محسوم ولا بد منه وسيبقى سيدرس النقاش في دمشق حياك الله لماذا أسميت الخطاب الذي ألقاه المرشد سيد علي خامنائي اليوم أسميته في حسابك بأنه خريط الطريق تحية لك ولضيفت البداية والمشاهدين هذا ليس فقط خارط الطريق في ألعاب الشطرانج يقولوا هذه طلعت نابليون أو طلعت سباركي أو فلان حسب الخطط العالمية المشهورة اليوم يمكن أن نقول هذه طلعت السيد خامنائي لأنه لم ينتظر إدارة بايدن إلى أن تأتي فوضع كل خطوطه الدفاعية والهجومية لأي مخططات سياسية مستقبلية قبل أن تأتي هذه الإدارة إلى البيت الأبيض وهذا مئة بالمئة سيربك كل مخططاتهم لأن كل ما قرأنا من تقارير من دراسات من توجيهات من نصائح من هنا وهناك لإدارة الرئيس بايدن لكيفية التعامل مع إيران أنا وأكد هذه الليلة على أن هذه الخطة وهذه المواقف من سيد خامنائي قد أربكتهم جميعا وسأشرح لماذا أولا لأنهم يعتقدون على أن الإدارة الأمريكية ستلوح بأنها تريد وهي كما صرحت دائما أنها ضد الانسحاب الذي قام به ترامب وأنها تريد أن تعود إلى الاتفاق وتدعو إيران إلى العودة إلى الاتفاق وتترك عملية رفع العقوبات إلى المفاوضات يعني في المرحلة التالية وتجبر إيران على المجيء إلى المفاوضات وهناك يبدأ فتح ملفات أخرى وشروط أخرى ودائما مع التلويح على أنه لا يريد أن ينسحبوا بل هم عادوا بمجرد الجلس على الطاولة وأنهم يريدون أن يتفاوضوا وهذا حسن نية ولكن يريدون من إيران بعض التنازلات وتبقى العقوبات معلقة ويقولون نريد أن نرفعها ولكن نريد أن نرفعها ولكن في هذا الموقف من السيد خامنائي قال لهم أنا لست مهتما ولا مستعجلا بالعودة إلى الاتفاق النووي ما يهمني بداية هو سحب هذه العقوبات ورفعها بمعنى ذلك على أن قبل الجلوس على أي طاولة وأخذ أي صورة وأي حديث في الملف النووي يجب أن ترفعوا العقوبات ويجب أن تثبتوا رفع العقوبات ليس فقط منع التعامل بل أيضا بالتعامل لأن هناك قرار يمكن أن يقول ليس هناك منع للتعامل ولكن لا يعطون ضوء أخضر للمؤسسات المالية يبقى الرعب عاما بين المؤسسات والشركات وبالتالي لا يقدم أحد على التعامل مع إيران وهذا حصل بالتمام والكمال أثناء حكومة الرئيس أوباما 8 شهر قبل أن يترك البيت الأبيض هو لم يعلن خروجه من الاتفاق النووي هو لم يعلن عقوبات على إيران ولكن أعطوا إرشادات لكل المنظومات المالية والبنقية في العالم والشركات العالمية بأن لا تمولوا ولا تذهبوا ولا تتركوا إيران للتعامل ومعنى ذلك على أن إيران لم تحصل على ما تريده من الاتفاق نقطة أخرى اليوم رفع الأقوبات شرط أساسي نعم النقطة أخرى بس أنا عندي سؤال أستاذ أنيس كلام المرشد وهو أعلى سلطة في إيران في طبعا فريق الرئيس الروحاني رئيس الجمهورية وفي وزارة الخارجية والآخرة لكن كلام المرشد اليوم يضع حدودا وسقفا ويضع محددات للمفاوض الإيراني مستقبلا يعني المرشد خامنئي وضع الإطار اليوم وضع المحددات لأي مفاوضات مقبلة وعلى الإيرانيين أن يلتزموا يعني على الفريق الدبلوماسي أن يلتزم بهذا الكلام هو أعلى من المحددات أنا أقرأه اليوم بأنه قرار من أعلى سلطة والتي لا يستطيع أحد أن يتراجع عنها الآن الإدارة الحالية والإدارة القادمة بالانتخابات لأنه خلال عدة أشهر هناك انتخابات رئاسية في إيران هذه الإدارة والإدارة القادمة ملتزمة بهذا السلوك وهذا الخط السياسي انتهى الموضوع ما عد هناك أي مواقف وهذا مدعوم بقوة من مجلس الشورى الإسلامي الذي صدر أكثر من قانون أجبر الحكومة على أن ترفع التخصيب إلى 20% والتزم بقرار السيد خامنئي الذي رفع شعار نحن لا نريد أن ترفع عنا العقوبات بقدر ما نحن يجب أن نعمل على تدمير وإسقاط العقوبات وهذا هو المهمة الأساسية وأيضا بخطابه اليوم تحدث عن هذا الموضوع قال حتى لو رفعوا العقوبات يجب أن نعمل ونستمر بأن بعقوباتهم وفي العقوباتهم يجب أن نكون مستقلين أقوية ننتج باقتصاد المقاومة ونتقدم بخطواتنا بثبات ومقاومة أسمح لي أستاذ أني سأخذ رأي سيد ريتشارد ويتس بهذه المحددات الإيرانية أو الشروط إذا جازت تعبير أن نقول ذلك سيد ويتس مساء الخير أولا ثانيا المرشد علي خامنئي سيد علي خامنئي يقول أن إيران ليست مستعجلة لإبرام أو العودة للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإذا عادت فهناك شروط أول شرط هو رفع العقوبات صدى ذلك لدى الإدارة الأمريكية الجديدة برأيك سيد ريتشارد ويتس ليس من الضروري أن يفضي ذلك إلى تبديل خطات إدارة بايدن في الواقع فقد رأت الإدارة الإدارة لابد من اتباع مسار من خطوطين بهدف إعادة التواصل مع الحكومة الإيرانية بشأن هذه القضايا حيث أن الإدارة الأمريكية قالت بداية لابد من العودة إلى الاتفاق فضلا عن أحكام أخرى مرتبطة بالاتفاق النووي في حلاته الأصلية عام 2015 أو 2016 وبعد ذلك يمكن البدء برفع العقوبات التي اعتمدتها إدارة بايدن ما دامت الحكومة الإيرانية تعود إلى الحدود السابقة بالنسبة إلى عملية إعادة معالجة اليورانيوم ومعدلات التخصيب كما كانت في اتفاق عام 2015 وبعد استكمال هذه المرحلة يمكن الخراط في حوار أوسع نتاقا مع الحكومة الإيرانية لتناول قضايا ترتبط بالأمن الإقليمي بما في ذلك نظام الدفاع الصاروخي الإيراني وكذلك أجهزة أو قذفات الصواريخ الإيرانية بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتبدأ برفع العقوبات لكن المسألة هي مسألة توقيت وكيف يجري تحديد تسلسل الأحداث ما نسمع عنه الآن هو الموقف الاستهلالي للمباشرة بالتفاوض من جانب الإيرانيين أن تبدأ بداية كأمريكيين برفع العقوبات ومثلما أن نتحدث عن العودة إلى الاتفاق لكنني أعتقد أن المسألة تبقى قابلة للمرونة فقد نشهد على بعض التدخلات الدبلوماسية المبتكرة حيث يمكن إعادة خفض معدلات تقصيد هنا مرفع العقوبات هنا الجدل سيد ويتس ليس العربة أمام الحصان أم الحصان أمام العربة الاتفاق النووي في نصوصه سيد ويتس مجرد العودة لاتفاق النووي هو الاتفاق في بنوده في نص الاتفاق في آلية لرفع العقوبات متفق عليها في الاتفاق يعني بمعنى هل العودة مباشرة للاتفاق تعني رفع العقوبات مباشرة أيضا أعتقد أن المفاوضين الأمريكيين سيترددون في تحقيق هذا الأمر لأنه يشكل بطاقة التفاوض الأقع بيد أمريكا لدفع الحكومة الإيرانية للعودة إلى معدلات التخصيب السابقة وأنتم محقون بالحديث عن إشكالية موجودة في بعض أحكام خطة العمل لشاملات المشتركة بعضها يبدو متقادما والفكرة الأساسية تقضي بمراجعة هذه الأحكام لكن برأيي أسهل الأمور يمكن تحقيقها من خلال بداية العمل ربما بعد تولي بيد منصبه الرسمي يمكن البدء برفع بعض العقوبات من باب حسن النية وبالتالي يمكن العودة إلى مختلف الحدود التي جرى الاتفاق عليها في عام 2015 بالنسبة للأنشطة النوبية الإيرانية بالتالي السؤال ليس كيف نبدأ بالعقوبات أم بذاك بل المهم هو الاتفاق على مجموعة من المواعيد يمتثل الجميع للشروط الأساسية طيب أستاذ أنيس النقاش يعني كلام المرشد اليوم بشكل غير مباشر يعني هو موافق على التفاوض والعودة للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن الشروط أو مسألة رفع العقوبات أو غيرها أو عدم الاستعجال لكن في نهاية المطاف المرشد الإيراني مع العودة إلى الاتفاق النووي 2015 وأيضا قد يطرح الطرف الآخر خطوات مماثلة لأن إيران أقدمت على مجموعة من الخطوات خففت بموجبها الالتزام باتفاقية العمل الشامل المشتركة كان آخرها رفع نسبة التخصيب إلى 20% وغيرها من الخطوات كرد على انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق بمعنى أنه قد تكون الأمور خطوة مقابل خطوة الشرط الذي وضعه اليوم سيد خامنئي واضح جدا عليكم أن ترفعوا العقوبات ثم يكون لعودتكم إلى الاتفاق النووي معنى ما وعندما دعود الولايات المتحدة على الاتفاق النووي عندها إيران ملتزمة بالاتفاق وبالتالي إعادة إيقاف التخصيب من 20% إلى ما كان عليه ضمن الاتفاق هذا وارد ولكن قبل رفع العقوبات تماما وقبل العودة ضمن هذا المنطق إلى الاتفاق لا أعتقد إيران مستعدة للجلس إلى طاولة مفاوضات ولا إلى أي تنازل أو تخفيض مستوى اليورانيوم مقابل لا شيء عليهم أن يرفعوا العقوبات ويثبتوا أنا من الأشخاص لا أعرف الآن إلى أي مدى تريد الحكومة الإيرانية ستتمسك حتما برفع العقوبات ولكن في شيء أهم من رفع العقوبات فقط أثبات العمل أن رفع العقوبات له معنى لأنه كما قلت أيام أوباما لم يكن هناك عقوبات ولكن من خلف الجدران ومن خلف الأبواب ومن تحت الطاولة أخاف كل الشركات والحكومات بالعالم على أنه لا تستثمروا ولا تذهبوا إلى إيران وبالتالي 8 شهر شاهدنا شلال نتام وحتى الشركات التي وقعت اتفاقيات مع إيران انسحبت قبل أن يأتي ترامب إلى البيت الأبيض وبالتالي أعتقد وأنصح الحكومة الإيرانية الحالية والقادمة رفع العقوبات يحتاج إلى مدة زمنية لاختبار جديته العملية بأنه يجب أن ننتظر سنتين أنتم عقبتونا أربع سنوات وحرمتونا من كثير من الأشياء ونحن صمدنا والحمد لله وانتصرنا على هذه العقوبات ولكن يمكن أن أطالب بسنتين أيضا لإثبات النية الحسنة أرون الاستثمارات والتعامل وحقنا بشراء هذا وذات وبعد ذلك نستطيع أن نعود إلى الاتفاق السابق إيران اليوم بموقع قوي جدا تستطيع أن تفرض شروط إضافية على الولايات المتحدة لثلاثة أسباب أولا لأنها التي خرجت من الاتفاق وهو التي ترتكبت جريمة ضد الإنسانية بحق الشعب الإيراني بالعقوبات ثانيا لأنها أجبرت أيضا الدول الموقعة على الاتفاق كأوروبا أن تصبح بلا معنى يعني انفضحت أوروبا بأنها تابعة الولايات المتحدة بقيت لفظيا بالاتفاق ولكن شلتها عن ممارسة حقها بالاستثمار والعمل مع إيران هذه جريمة ثانية والمشكلة الثالثة على أن اليوم الولايات المتحدة لا قوتها الاقتصادية في العالم ولا العسكرية ولا كورونا تسمح لها بأن تكون صاحبة شروط في العالم بل من يرفع شعار إخراجها من غرب آسيا وهذا سيحطق مجرد بيضن إلى البيت الأبيض بواتيرة أعلى عندها لا يحق لهم أن يفرضوا شروط ألن يقال دوليا بأن إيران تضيع فرصة فرصة قرار إدارة بايدن بالعودة للاتفاق ليست إدارة فرصة على الولايات المتحدة بهذا الترتيب أن تغير سلوكها بالأساس إيران لا تنتظر الفرصة يجب أن نعرف تماما أن قرار ضرب العقوبات وإسقاط العقوبات التي تحدث عنها سيد قاميني بعد صمود أربع سنوات ومن لا يفهم ذلك عليه فقط أن يذهب ويزور إيران وينظر إلى أسواقها وإلى إنتاجها وإلى قدراتها البلد في حالة نمو إيجابي رغم الكورونا ورغم كل الحصار وبعض الدول التي ليس عليها حرب ولا حصار أصبح نموها سلبي وبالتالي في تضخيم العقوبات كانت صعبة في بداية السنة الأولى أو الثانية ولكن اليوم بالخطط الإيرانية تجاوزوا ذلك والميزانية الإيرانية للحكومة اليوم تستطيع أن تشغل البلد وتنمي ما تريد دون الحاجة إلى صادرات النفط وبالتالي ليست إيرانية المتضايقة جدا من العقوبات إلا من حيث أنها جريمة ضد الإنسانية بحيث أنها تحق أن تتعامل مع من تريد ولكنها تستطيع أن تستمر أربع سنوات تانية صدقني دون أن يرف لها جفن وبالتالي لا يمكن أن يضغطوا على إيران أسمح لي أستاذ أنيس هنا وأيضا سيد ريتشارد ويتس أن نعرض هذه القراءة لزميلنا قاسم عز الدين فيما قاله المرشد اليوم فيما يتعلق بهذا الملف بين مشرق ومغرب في التنجيم عما ينبغي أن يلجأ إليه بايدن في الاتفاق النووي ترى لحلفاء أمريكا في أوروبا وإسرائيل والسعودية أن ما لم ينتزعه ترامب بحرب العقوبات والضغط الأقصى يمكن أن يفرضه بايدن على طويلة المفاوضات المرشد الإيراني يقطع الشك باليقين بأن على بايدن الخيار بينما عجيز عنه ترامب وبين أن كانية تصحيح المسار الترامبي في العودة إلى الاتفاق النووي السادق وفي الخيار الثاني تلتزم إيران مقابل الالتزام إيران التي ترتكز في أسسها على الندية مع أمريكا وعلى التعاون مع دول المنطقة ربما يكون لديها في كل مقام مقال بشأن المنظومة الدفاعية والسياسية الخارجية لكن ما ليس له صلة مباشرة بالملف النووي مع الدول الغربية لا شأن لهذه الدول بأن تنصب نفسها الخصم والحكم التزام إيران بالدفاع عن حلفائها في المنطقة هو مدعاة للتعاون مع دول المنطقة إذ أتخلت عن التبعية والأسرال كالتزامها بتعزيز القدرات الدفاعية لتحقيق استقرار المنطقة وأمنها القومية هذا الالتزام على الملاء قد يكون حافزا لإدارة بايدن في خيار تصحيح المسار الأمريكي نحو خفض التصعيد وهو خيار أقل كلفة وأعباء من حرب تغرق أمريكا بوحولها في هذا السياق يكشف قائد حرس الثورة حسين سلامي عن القواعد الصاروخية في الخليج دليلا على قدرة الدفاع الهجومي عن المصالح الحيوية فالقواعد تشير إلى امتلاك إيران قرار الحرب والسلم وهي من أجل أن تحظى بالأمن والسلم تجهز للحرب سيد ريتشارد ويتس في موضوعاني أو ملفاني هامان تم ربطهما مؤخرا يعني تم ربطهما في زمن إدارة ترامب وأيضا في خطابات بايدن الأخيرة بالملف النووي الإيراني وهو ملف الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لإيران اليوم المرشد السيد علي خميني يقول أن دورنا الإقليمي هو دور معزز للأمن والاستقرار ويضرب مثالا مواجهة داعش في العراق وفي سوريا وفي أكثر من مكان وموضوع الصواريخ هو من سيحمينا من أي عدوان مفاجئ علينا نحن نحمي أنفسنا قال بهذه الصواريخ وهذه القدرات هذان الملفان سيكونان العنوانين العائق أو هذه الملفات ستكون العائق أمام أي تقدم في المفاوضات المقبلة هل يستطيع بايدن تجاوز هذين المسألتين وهل تتوقع إدارة بايدن تعاون من إيران في هذين الملفين بعد هذا الكلام برأيي نعم الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بفرض بعض الحدود على نظام الصواريخ الباليستية والأنشطة الدفاعية والأنشطة العسكرية الإيرانية وقد ذكر ذلك وزير الخارجية الألماني وبعض والخليج معتبرين أنها مسألة هامة لكن فريق بايدن قال أنه يرغب بترحي هذه المسائل في مرحلة التفاوض الثانية أما في مرحلة التفاوض الأولى فيمكن وضع المسألة جانبا كما حصل عام 2015 حيث أن الإدارة المقبلة قالت أنها ترغب بالعودة إلى الاتفاق النووي وهذا الاتفاق النووي لا يتضمن في حلة السابقة أي حدود إلزامية بالنسبة للأنشطة الصاروخية البلستية الإيرانية نعود هنا إلى قرار المجلس الأمن والتي تحدث عن المسألة لكن من باب الإفادة بها ليس أكثر لم يكن هناك إلزام بالتالي بحد علمي جرى الاتفاق هنا في الإدارة الأمنكية على التمييز بين المسألتين بهدف ترميم الاتفاق النووي لكنهم يرغبون بطرح مسألة الملف الصاروخي فضل عن بعض المسألة الأخرى في محادثات مستقبلية مع إيران ذلك بعد ترميم الاتفاق النووي لن يتم ربط الأمرين معا سيد ريتشارد ويتس أن العودة لاتفاق كما هو رفع العقوبات مرتبط بهذه الملفين أم أن الأمور سوف تفصل تماما بحسب ما فهمت مما قاله فريق طايد حتى الآن يرغب المعنيون بالتعامل بداية مع العودة إلى الاتفاق نووي أي البدء برفع العقوبات الأمريكية وإعادة فرض بعض الحدود المنصوصة لها سابقا بالنسبة إلى البرنامج النووي الإيراني هذا ملف منفصل وبعد الانتهاء من هذا الملف يمكن محادثة الحكومة الإيرانية بشأن مساء أخرى بما في ذلك البرنامج الصاروخي الباليستي وربما يطالبون بالحصول على اختراط مسبقة من إيران بشأن القيام باختبارات صاروخية أو فرض حدود على القدرات الصاروخية ومساء أخرى قد شهدنا التفاوض عليها في أماكن أخرى بالنسبة إلى القدرات الصاروخية لبلدان أخرى وربما إيران تكون مستعدة كذلك لمناقشة إنشغالاتها بالنسبة إلى التواشد العسكري الأمريكي في المنطقة لذلك قد نشهد على تفاوض بالاتجاهين بالنسبة إلى ما يتضمنه الاتفاق المقبل سيد أنيس النقاش رأيك وموضوع الدور الإقليمي لإيران الذي تشير إليه إدارة بايدن المرشد السيد علي خامنة منائي قال نحن ملتزمون بدعم حلفائنا وملتزمون بهذه العلاقة مع الحلفاء في المنطقة بذات الوقت إيران تقول وأيضا الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله قال ذلك اليوم وقالوا سابقا بأن كل دولة لديها حرية القرار يعني إيران لا تتفاوض عن أحد إذا أرادوا التفاوض على حرب اليمن فليذهبوا إلى اليمنيين لبنان يذهبوا إلى اللبنانيين سوريا يذهبوا إلى السوريين يعني هذه الإشارات كيف يمكن شرحها سيد أنيس النقاش إذا ما أشير إليه بأنها تناقض بين التزام بدعم الحلفاء والوفاء لهم وكذا وبين أننا لسنا معنيين بالتفاوض حولهم المشكلة في الإدارات الغربية هي تعتقد على أنها يمكن أن تفصل وعلى الآخر أن يلبس مفصلته وأحيانا تقرأ في عيونها وفي منطقها ولا تقرأ منطق الآخر لنفترض أننا كنا عشر سنوات قبل هذا التاريخ وهناك علامات استفهام أو غير معروف ما هو الدور الإيراني في المنطقة اليوم بعد هذه العشر سنوات الدور الإيراني لم يعد عليه هناك أي علامة استفهام ولم يعد في المنطقة الرمادية أصبح ناصع البياض معلوم الأهداف ومعلوم المهمات أولا عندما ظهر الإرهاب المدعوم من الولايات المتحدة وهدد المنطقة كلها كانت هي القوة الأساسية التي دعمت صمود العراق وصمود سوريا في معاربة الإرهاب وقضت عليه بنسبة عالية جدا وأنقصت العالم الشرقي والغربي من هذا الإرهاب الذي بدأ يتفلت من أيدي الجميع فمن غير المعقول أن هذه الواقع الكبيرة التي دفع ثمنها دماء وقدرات وذهب منها شهداء وقادة كبار بعد ذلك أن نقول أن هذا ليس دورا إيجابيا عليهم أن يعترفوا أن هذا دور إيجابي وعليهم أن يثبتوا هذا الدور الإيجابي لا أن يحاولوا إلغاؤه أو إضعافه ثانيا لقد ثبت بالدليل القاطع بالحجم الكبير وبالإمكانات وحتى من كثير من الأسرار التي كشفت عن دور إيران في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية والمقاومة في لبنان وهو دور مشرف لكل شعوب المنطقة الطامحة إلى التحرر الوطني من الهيمنة الصهيونية ومن الهيمنة الغربية وبدعم القضية العادلة لفلسطين هل يمكن بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه الإنجازات التي تفتخر فيها إيران ويفتخر فيها كل عربي ومسلم أن إيران قد قامت بها وأولهم الأخوة الفلسطينيون الذين علنا بدأوا يشكرون إيران ويقولون ما حجم الدعم الذي قدمته لقضيتهم. تأتي إيران الآن وتنفذ آية تحفظها عن غيبا ودائما تردد في القرآن. كالتي نقضت غزلها من بعد إملاقه. هل تأتي هي وتخرب كل هذا الإنجاز الإيجابي بدعم الحرية في المنطقة ومحاربة الصهيونية لكي تقول عفوا الآن لإرضاء إرادة إدارة بايدن لأي سبب من أسباب أتراجع عن هذا الموضوع. أعتقد العكس وإن يحصل ستستمر بهذا الدعم. في هذه النقطة ما تقول هو وجهة النظر الإيرانية وما يفكر فيه الإيرانيون. وفي خطاباتهم الرسمية وغير الرسمية. لكن لدى الإدارة الأمريكية توصيف آخر. هي تعتبر هذا نفوذا إيرانيا خارج الحدود. وهي تريد أن تفاوض إيران على هذا الدور أو على هذا النفوذ. هكذا هم ينظرون إلى المسألة؟ هذا يدخل في منطق الكاريكاتور والأشياء المضحقة. أن دولة من الجهة الأخرى من الكرة الأرضية تأتي وتقول لدولة إقليمية. لماذا أنت تدعمين شعوب المنطقة ضد الإرهاب؟ ولماذا تتدخلين لنصرة الشعب الفلسطيني؟. يلذين هم مشتركون معك في المبادئ الإنسانية والعربية والإسلامية؟. هذا منطق عجيب غريب. فعلا يدخل ضمن الكاريكاتور. أنت تدعمين إسرائيل وتطالبين بأن تتكب متفوق على كل جيرانها. ولكن تمنعين إيران من أن تدعم المظلوم والمحتلة أرضه؟. هذا شيء يمكن للدعاية الإعلامية والبروباغندا أن يكون وسائل في الإعلام. ولكنه لا يصمد أمام حوار سياسي بين وزيري خارجية. حين يستطيع حط عينه بعيني. أنا إذا يقول هذا الكلام وأقول له. ما الذي جاء بك من الطرف الآخر من قرر أضيه أنت لتحتل العراق ولكن تدمر حضارات. وبعد ذلك تقول لإيران لماذا أنقصت الشعب العراقي؟. لماذا أنقصت الدولة والشعب السوري؟. لماذا دعمت فلسطين بحقها وستستمر بدعمها؟. هذا الكاريكاتور. هذا لم يعد له علاقة بالدبلوماسية. ثم بعد كل هذه العقوبات الأقصى التي مارس هذا المجنون بقولهم. هذا معنى اتهام. يعني بيلوسي اليوم تتخرج وتقول هذا رئيس جمهورية يجب أن نخاف منه. لأنه عقله غير سليم. محللين زي إلى آخره. وبعد كل هذا الذي حصل. وإيران صمدت وانتصرت. أعطوني دليل واحد أن الإدارة الجديدة التي ستأتي بدبلوماسيتها. وحتى بتهديدها. وحتى بعقوبات. أنها سترهب إيران أو ترهب حلف المقاومة في المنطقة. من الذي لديهم من خيلهم لم يخرجوا. ومن قراراتهم لم يخرجوا. لكي نحن نجبر على التراجع خطوة إلى الوراء. عليهم أن يعيدوا حساباتهم. هم هزموا وانتهى الموضوع. سيد أنيس. لكن على أرض الواقع واقعيا. عندما تريد الإدارة الأمريكية أن تحل حرب اليمن. أو توقف حرب اليمن. أو تحل النزاع في اليمن. عليها أن تتحدث مع الأطراف الفاعلة. ومنها إيران. عندما تريد أن تحل الوضع في العراق. تتحدث مع الفاعلين أو المؤثرين في الساحة العراق. ستتحدث مع إيران. عندما تريد أن تحل الأزمة في سوريا. عندما تريد أن تحل الفلسطين إلى آخرين. بمعنى أن على أرض الواقع في السياسة كل الملفات الشائكة. الإدارة الأمريكية أو غير الإدارة الأمريكية ستتحدث مع الفاعلين والمؤثرين. هذا جرى في المفاوضات بين إيران وبين الإدارات الأمريكية السابقة في موضوعات لها علاقة بالعراق على سبيل المثال هذا كان مرة واحدة ومرة ثانية كانت في أفغانستان في أفغانستان كان العنوان محاربة الإرهاب وفي العراق كان القوات الأمريكية تريد أن تشتاح المنطقة وبالتالي إيران كان لها مصلحة أن تنظم جبهتها أمام هذه القوة وتدخل بما يسمى سياسة الانخراط لكي تحسن موقعها بما سيحصل بعد هذه الحرب على العراق وليس من أجل أن تعطي ضمانات للولايات المتحدة أو تعطي أفضلية للولايات المتحدة لأننا شاهدنا أنه مجرد أن وصلت القوات الأمريكية وسقط النظام الصدام السابق ما الذي دعمته إيران؟ دعمت المقاومة ضد الوجود الأمريكي فإذا عندما يظن البعض أن إيران تقدمت من أجل أن تشارك الغرب هي عمليا كانت تساعده على الغرق في الرمال المتحركة وكانت تعد له الفخ الكبير في أفغانستان وفي العراق وإذا لم يدركوا ذلك وأنا أعتقد أن قادتهم العسكريين الكبار أدركوا استخباراتهم أدركت الجميع أدرك في الولايات المتحدة على أن القيادة الإيرانية من أكثر القيادات دهاء وحنكة في السياسة حتى في قمة الهجوم الأمريكي على المنطقة عرفت كيف تهيئ المسرح لأن تغرق الولايات المتحدة في مواقعات ولذلك يذهب الشهيد سليماني إلى الكريملين ويقول للرئيس بوتين والأخ جليلي قبل ذلك يقول له لقد أغرقنا الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإذا أردت أن تغرقها أكثر عليك أن تكون شريكنا في معركة سورية وهذا ما أسس للشراكة الروسية الإيرانية في المنطقة لا يظننا خبراء في الولايات المتحدة على أنهم أكثر حين كان رغم كل ما يمتلكونه من أسلحة ومن أموال ومن إمكان مع فاصل بعدها مشاهدينا نكمل في المسائل أبقوا معنا مجددا حياكم الله في استعراض للقوى أرسلت واشنطن أربعة قاذفات بي 52 على دفعتين إلى سماء الشرق الأوسط في أقل من أسبوع كما أبحرت غواصة نووية في مضيق هورمز مع وجود حاملة الطائرات يو اس اس نيمتس في الخليج وحديث عن توجه حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة الدفاعات الجوية الإسرائيلية استنفرت بدورها في جنوب فلسطين محتلة تحسبا لهجمات صاروخية يمنية في المقابل أكد حرس الثورة الإيراني أن جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى خط أمامي للدفاع عن إيران التي سترد بشكل حازم على أي عدوان وتزامنا مع هذه التحركات أجرت إيران مناورات صاروخية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة والقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي كما دشنا حرس الثورة قاعدة صاروخية تحت الأرض تمتد عدة كيلومترات على شواطئ الخليج وأكد الحرس أنها واحدة من عدة منشآت مماثلة للصواريخ الاستراتيجية قاعدة عسكرية جديدة تحت الأرض تكشف عنها إيران وهذه المرة في منطقة مطلة على الخليج قائد حرس الثورة الإيرانية اللواء حسين سلامي دشن القاعدة وأكد تطور القوات الصاروخية البحرية الإيرانية وقدرتها على الدفاع عن إيران هذا التقرير لأحمد البحراني إنها أحدث القواعد العسكرية الإيرانية تحت الأرض المطلة على المياه الخليجية يكشف عنه حرس الثورة كيلومترات من الأنفاق العملاقة المحصنة تشنها قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي بنفسه تضم صواريخ فلسية متوسطة وبعيدة المدى هذه القاعدة هي واحدة فقط من عدة قواعد لتخزين الصواريخ الاستراتيجية للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة والتي تضم صواريخ بمدايات تبلغ مئات الكيلومترات والتي تتمتع بإمكانيات تدميرية هائلة وبدقتها وقدرتها على تجاوز الحرب الإلكترونية للعدو قاعدة مبنية تحت الأرض بمئات الأمتار وتطلق الصواريخ بشكل آلي من خلال الارتباط الإلكتروني بمقر القيادة العسكرية بحسب التقارير إعلان إيراني يصفه الخبراء بالإستراتيجية قبل أيام من نهاية رئاسة ترمب خلال الأيام الباقية من عمر ترمب السياسي ممكن أن يحصل كل شيء ولهذا فإن الكشف عن وجود هذه القواعد العسكرية الإيرانية هي فقط لأن تؤكد القوات المسلحة الإيرانية إنها جاهزة للدفاع عن البلاد بخطط وبرامج غير مسبوقة لحد الآن خطط وبرامج إيرانية عسكرية متسارعة مع تصاعد وطيرة التهديدات الأمريكية الإسرائيلية للجمهورية الإسلامية في الأيام الأخيرة تملك إيران باعا طويلا في إنشاء المستودعات والمخازن والقواعد العسكرية تحت الأرض فقد بدأت هذه المسيرة منذ أكثر من عقد وهي برأي الإيرانيين تمثل قوة ردعا كبيرة تجعل أعداءهم يحسبون ألف حساب قبل اتخاذ قرار شن أي حرب محتملة أحمد البحراني طهران الميادين سيد ريتشارد ويتس في واشنطن خلال الأيام الماضية ارتفع منسوب التوتر بشكل كبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وبين إيران وحلفائها من الجهة المقابلة هل بعد ما جرى في واشنطن في الكونغرس وهذا الجدل الحاصل حاليا في الولايات المتحدة هل باعتقادك أن لدى الرئيس دونالد ترامب القدرة والإمكانية القانونية والسياسية لخوض مغامرة عسكرية خارج البلاد هل لازال قادرا على ذلك سيد ريتشارد تسمعني صراحة لا أعتقد أن خطته تنطوي على ذلك حيث أن استراتيجيته قد اعتمدت بصورة أساسية على فرض العقوبات فرض هذه العقوبات على الهيئات والمؤسسات الإيرانية وتلك المتعاونة مع إيران وكذلك اللجوء إلى المسار الدبلوماسي لإنشاء تحالفات ضد إيران لكان بإمكانه أن يقتنس مجموعة من الفرص السانحة سابقاً عندما حصل الهجوم بالصاروخ الباليستي على القاعدة الأمريكية في العراق فضلاً عن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية على مقربة من المياه الإيرانية لكن يبدو أن الحرب لم يكن يوماً خياراً جاذباً جداً بالنسبة إليه قد تذكرون بالطبع ما يحدث الآن من زيادة للحشدة العسكرية الأمريكية وإرسال كذلك الغواصة النووية لكني أنظروا إلى هذه التعبئة العسكرية على أنها مصممة أكثر لدرء أي هجوم بدل المباشرة بحرب ففي واشنطن ساد خوف بأنه من خلال الانسحاب الخاص بالقوات الأمريكية قد ينظر إلى هذا الانسحاب على أنه إشارة ضعف من جانب الحكومة الإيرانية ولذلك أرادوا أن يظهروا أنه حتى في حال تركت القوات الأمريكية المنطقة تبقى أمريكا في حال اضطرت لاستخدام القوى العسكرية في الخليج قادرة على ذلك لكن ما خلال ذلك لا أرى أي إشارة تظهر أن رئيس ترامب أو حتى رئيس المنتخب بايدن يفكران بالخيار العسكري ضد إيران على أنه خيار مرهوب فيه أو قابل للتطبيق على الأرجح سيخصون في حرب إن جبروا عليها لكنهم لن يرغبوا في ذلك يعني أشرت إلى حوادث مهمة جرت سيد ريتشارد ويتس حادثت إسقاط الطائرة الأمريكية والمسيرة وأيضا ضرب قاعدة عين الأسد بتسع صواريخ باليستية وليس بصاروخ واحد لكن كانت حسابات دونالد ترامب في ذلك الوقت أنه سيستمر أربع سنوات أخرى ربما لم يكن يفكر بحرب أو بخوض حرب لأنه كان يعتقد بأنه سوف يكون في البيت الأبيض لولاية ثانية لكن ما أن تأكد أنه لن يكون لدي هذه الفرصة قد تكون قد تغيرت الحسابات ويجد حلفاء دونالد ترامب إسرائيل والسعودية بأن الفترة المتبقية هي الفترة الفرصة الأخيرة للقيام بعمل عسكري من هذا النوع يمكن لمن يرغب في انتقاد الرئيس أن يقول هذا الأمر لكن الرئيس ترامب بحد ذاته قال أن أوباما قد يلجأ لهذا الأمر وقد يلجأ لحرب في أيامه الأخيرة من ولاياته لكن لا وجود لأدلة ملموسة لرغبة كهذه فحتى أن الحرب مع إيران لن تخدم إرثه السياسي وستواجهه بمختلف المعارضات داخل البيت المتحدة الأمريكية في خلال أيام الأخيرة في السلطة وأنا أعتقد أن ترامب يفكر في أنه سيعود حكما إلى سدة الحكم بعد أربع سنوات ويعتقد أن سجله بالتعامل مع إيران هو جيد نعم لم يبرم السفقة التي كان يرغب فيها لكنه يرى أنه قد فرض ضغوطا جمع على إيران وقد حقق تباطئا في قدرات إيران المالية وقلص نمو قدراتها العسكرية وفي حال التواصل الاتفاق النووي جديد مع إدارة بايدن والحكومة الإيرانية أنا متأكد من أنه سيتحمل ثناء تحقيق ذلك سيدة نيس النقاش قاعدة عسكرية جديدة تحت الأرض اليوم عرضتها وسائل الإعلام الإيرانية وتكشف عنها للمرة الأولى بزيارات متكررة لقائد حرس الثورة ونائبه أيضا لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ما هي الرسائل بتقديرك تصحيح معلومة صغيرة فقط من الذي علق على القاعدة قال بضعة مئات الأمتار هذه قاعدة بعدة كيلومترات وليست بعدة مئات الأمتار وهي واحدة من عدة قواعد الرسالة واضحة إيران لا تخوض حروب كمالويات المتحدة لكي تظهر قوتها كانت أحيانا تستعرض عضلاتها على جراندا وتستعمل عضلاتها في الصومال وتخوض حروب هنا وهناك بعقيدة البونتاجون كان من الضروري أن كل سنة سنتين يخرج الجيش الأمريكي بأي عملية من أجل أن يظهر قدرته العسكرية وبالتالي يستعمل سلاحه الفتاك ضد شعوب العالم إيران لا تقوم بذلك ولذلك ستستعد عنها بمسألتين أولا بالمناورات السنوية التي تقوم بها من أجل أن تختبر أسلحتها ليس بالبشر ولا بالاعتداء على الآخرين ولكن بالمناورات والتدريب ثانيا لإظهار هذه القدرة لترضع العدول لكي لا يخطئ بالحسابات يظن أنه ليس لديها إمكانات دفاعية هذه القاعدة تثبت على أنه بتقدير العسكري على أنه أي معركة عسكرية بحرية في الخليج تدمير وإغراق الأساطيل المعادية لن يستمر أيام بل عدة ساعات فقط بالقدرات الموجودة الدفاعية للقدرات الإيرانية وهذا ليس مبالغة لأن حجم الصواريخ وعددها وقدرتها وضقتها ومساحة الخليج الصغيرة يعني أنا بتقديري من يريد أن يكون بحرب لا يجب أن يدخل نيمتز حامل الطائرات إلى داخل الخليج يجب أن يبقى في المحيط بعيدة عن مرمى الصواريخ الإيرانية ويرسل الطائرات التي يمكن أن تصل وتقصف إدخالها للخليج هي إرضاء لحلفائه من الأعراب في المنطقة أنا ما زلت أحميكم وأنه من الاستعراض الإعلامي بأنه يبعد 52 القازفة وإلى آخره كل هذا الانتشار العسكري ليس تموضع قتالي بقدر ما هو استعراضي والخبراء يدركون ذلك بالمقابل إيران لا تبقى هادئة تدخل في اللعبة الإعلامية وتقول أنتم توترون إعلاميا انظروا إلى قواعدنا انظروا إلى صواريخنا انظروا إلى مناوراتنا فتجيبهم بنفس المنطق وتسقط كل إمكانات الإرهاب التي يقومون بها لإخافة الشعب الإيراني أو لإخافة حلفاء إيران في المنطقة وعلى حلفاء أمريكا أن يدركوا على أنه ليس لديها اليد العليا في الإقليم بل حلف المقاومة هو الذي لديه اليد العليا في الإقليم طيب هنا نتحدث عن مرحلة جديدة في عهد بايدن يريد العودة لاتفاق النووي يريد مفاوضات هنا أسألك أستاذ أنيس وأيضا سيد ريتشارد ويتس اسمحني أبدأ من واشنطن في تقاليد دبلوماسية وسياسية سيد ريتشارد ويتس يعني انطبعت أو التسقت بدونالد ترامب منها نشوء حلف عمل عليه جاريد كوشنر صهر الرئيس بين بعض الدول العربية وإسرائيل هذا ما مستقبله في المرحلة المقبلة هل سيقولون لجو بايدن لا تذهب بعيدا في التفاوض مع إيران نريد الحرب معها ونريد عزلها ونريد حصارها كما كانوا يقولون لدونالد ترامب أم أن بايدن سيقوض من هذه السياسات وهذه التحركات لدونالد ترامب ما هو مستقبل هذا البناء إذا جاز لي التعبير أن أقوله الذي عمل عليه ترامب وصهره خلال الأربع سنوات الماضية إجابته أننا لن نشهد لا على الخيار ولا ذاك لا أعتقد أن التحالف قوي بما يكفي ليمنع بايدن من القيام بما يريده ولكن لا أعتقد كذلك أن بايدن سيسعى إلى تحقيق أي اضطراب على مستوى هذه العلاقات وهذا التحالف لكنه سيلجأ إلى فريق الأمن القومي القاص به لكي يبني على ما حققته إدارة ترامب بالنسبة إلى نسج العلاقات الجديدة ويحاول أن ينقلها نحو اتجاه مغاير بعض الشيء بهدف التوصل إلى نوع من التسويات أو القبول بنوع من المحادثات بهدف استيعاب الملف الإيراني على سبيل المثال إن كنا نتحدث عن الملف الصاروخي لابد من إشراكي في المحادثات وإن بطريقة خلف الكواليس بعض البلدان من الخليج وهذه مسألة إقليمية لذلك لابد من إشراكي الأطراف المعنية كافة ومعرفة ما هي أنواع الصاروخ التي تم خلقنا بلدان الخليج كافة سيد ريتشارد ويتس بس بعجالة سيد أنيس النقاش سيد أنيس تعليق سريع لا أعتقد على أن المسألة الصواريخ أو هذا الحلف يمكن أن يدخلوا بأي حوار لأنه اليوم القرار صريح يتغير دورو سيد أنيس لا أبدا أبدا هذا يبقى دفاعي عن إيران ودفاع عن حلفاء إيران يتغير دور هذا الحلف سيد أنيس أنا أتحدث عن حلف الخليج إسرائيل لن يتغير لن يتغير دورو حلف الأسرلة حلف الأسرلة سيبقى متماسك فيما بينه ولكن سيفاجأ بأن إدارة بايدن ستقول له إن أردتم الحرب فذهبوا أنتم فيها لوحدكم وهذا لا يستطيعون أن يقوموا بها ولذلك سيبقى هذا الحلف قائما على المسألة الإعلامية والثقافية والاقتصادية والبنى التحتية للأسف ظنا منهم على أنهم بالتالي يستطيعون أن يقضوا على القضية الفلسطينية وعلى الصراع الدائر في المنطقة سيد أنيس النقاش منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات استراتيجية أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من دمشق سيد ريتشارد ويتس باحث في شؤون سياسية والاستراتيجية من واشنطن أشكرك جزيل الشكر والمسائية انتهت في ختامها تذكير بالعناوين سيد خامناء يقول لا معنى لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون إلغاء العقوبات وهو الشرط الوحيد المرشد الإيراني يحسم لن نترك حلفائنا وأصدقائنا الأوفياء في المنطقة فالوصلت الرسالة حرس الثورة يكشف عن قاعدة صواريخ في الخليج ويقول أنها مجرد نموذج هل اتضحت الصورة لدول التطبيع وتحالف الحرب لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة